موسيقى موسيقى مساء الخير وأهلا وسهلا فيكم جميعا في نشرة أخبار رمضان إذن مثل ما حكالكم سمير اللي طلع عليكم قبل النشرة واللي رح يكون معاكم أكيد برضو بعد النشرة بنطل عليكم بهالمشوار المسائي رح أكون أنا وأيضا فؤاد مساء الخير مساء الخير غادة يعطيك العافية كل سنة ونتسالمة أيضا مساء الخير لكل من يتابع رؤية وأخبار رمضان اليوم الثامن من رمضان كل سنة ونتسالمين ينعاد عليكم إن شاء الله بالصحة والعافية دائما مجموعة متنوعة من الأخبار المهمة التي تهم الجميع إن كان الأخبار المحلية والإقليمية وأيضا مجموعة من الأخبار العالمية إن شاء الله إذن فؤاد زي ما حكيت هي 40 دقيقة متواصلة زي ما عودناكم كل يوم رح نتناول فيها أبرز وأهم الأخبار بالإضافة لفقرة أخبار الرياضة اللي بتحكي عن أخبار المونديال بالتحديد ومنها أيضا تقارير منوعة إذن غادة اسمحي لنا نبدأ بأخبارنا اليوم وسنتحدث عن إدانة الحكومة لاستشهاد الطفل المقدسي محمد أبو خدير بعد طبعا أن قد للأسف على أيدي مستوطنين إسرائيليين في حي شعفات في الضفة الغربية بعدما قاموا باختطافه وضربه طبعا كما تابعنا تفاصيل هذه الحادثة المؤسفة طبعا هذا كان في موجة اشتباكات تبعت حادثة مقتل ثلاث مستوطنين إسرائيليين في مدينة الخليل إذن رح نبقى أيضا نحكي في تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة وخاصة بعد ازدياد عمليات الخطف للأطفال الفلسطينيين من قبل المستوطنين الإسرائيليين اللي بيهدفوا من وراء هالعملية لحتى يعرضوهم للضرب والإهانة وأيضا القتل في بعض الحالات للأسف طبعا رح نحكي أيضا عن المواجهات العنيفة اللي عم تشهدها مدينة القدس المحتلة وأيضا باقي مدن الضفة الغربية ومن الأراضي الفلسطينية المحتلة وطبعا كما نتابع الأخبار هي بوادر لانتفاضة شعبية نرجع إلى النشرة الاسترشادية للأسعار اللي طبعا تصدر عن طريق وزارة الصناعة والتجارة والتموين وطبعا نشرة استرشادية تحتوي على أسعار المواد الأساسية التنموية التموينية يوم بيوم أخبار المونديال والرياضة إلها نصيب الأسد في نشرة أخبار رمضان لها المسار رح نحكي طبعا فيها ورح نغطي المباريات الحماسية اللي جمعت الأرجنتين وبلجكا في دور الثمانية واللي انتهت بفوز الأرجنتين وتأهلها للمباراة المقبلة برضو مباراة هولندا وكوستاريكا اللي انتهت بفوز هولندا وترشحها للدور نصف النهائي طبعا أخبار حماسية والمزيد من الأخبار المشوقة الرياضية ولكن الآن احنا معاكي غادا لسماع أهم العنوين الإخبارية أهلا بكم من جديد وإلى أهم الأخبار أدانت الحكومة الأردنية حادثة اختطاف الفتى وقتله المقدسي الشهيد محمد أبو خضير ومنعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي ووصول المصلين للمسجد الأقصى في الجمعة الأولى من رمضان وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني أن حادثة اختطاف واغتيال الشاب الفلسطيني أبو خضير وقتله في القدس الشرقية جريمة النكراء وقد بادر الأردن بطرح مشروع بيان صحفيا لمجلس الأمن لإدانة هذه الحادثة وتم تبني المشروع من قبل المجلس وأضاف المومني أن إغلاق أبواب المسجد الأقصى في وجه المصلين في رمضان يعد سابقة خطيرة جدا لم يعهدها المصلون من قبل الأمر الذي يعد انتهاكا صارخا لحرمة الشهر الفضيل ويؤجج مشاعر الغضب لدى أهل فلسطين خاصة والعالم الإسلامي عامة وأحذر المومني سلطات الاحتلال الإسرائيلي من استمرار توفير الحماية لانتهاكات المتطرفين اليهود وتنفيذ اعتداءاتهم على المقدسات وحقوق الشعب الفلسطيني والمسلمين وطالب المومني المجتمع الدولي ومنظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية باتخاذ الإجراءات والخطوات اللازمة تجاه سلطات الاحتلال الإسرائيلي لوقف الانتهاكات بحق المسجد الأقصى المبارك وحماية المدنيين العزل في القدس الشريف والأراضي العربية المحتلة سلم الرئيس الفلسطيني محمود عباس المبعوث الأوروبي روبرت سيريس رسالة موجهة للأمين العام للأمم المتحدة بان كيمون يطالبه فيها بإدانة الانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني ويدعوه لتشكيل لجنة دولية لحماية الفلسطينيين وقال عباس في تصريحات صحفية اليوم إنه تم قتل ستة عشر فلسطينيا بينهم أطفال ونساء خلال الأسبوعين الماضيين إضافة إلى محاولات الاختطاف المتواصلة والاعتداء على الأطفال كما حدث مع ابن عم الشهيد أبو خضير وتابع الرئيس الفلسطيني بالقول لأن على الحكومة الإسرائيلية وضع الجماعات الاستيطانية المجرمة خارج إطار القانون واعتبارها تنظيمات غير قانونية وغير شرعية مشيرا إلى ارتفاع إرهاب الجماعات الاستيطانية بنسبة 41% خلال النصف الأول من عام 2014 وقال عباس إن الحكومة الإسرائيلية ترفض ملاحقة هذه المجموعات خاصة مجموعة دفع الثمن كجماعة إرهابية مضيفا أنه طالب بتوفير حماية دولية للشعب الفلسطيني في كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة وأكد عباس أن القيادة الفلسطينية في حالة عقاد دائم وأنها تعد الخطوات الكفيلة بردع العدوان ولجم جرائم المستوطنين والاعتداءات المتواصلة على الشعب الفلسطيني المحاصر في قطاع غزة وكانت سلطات الاحتلال اعتقلت ستة متطرفين يهود في إطار عملية التحقيق في جريمة استشهاد الفتى أبو خضير بحسب ما أعلن مسؤول إسرائيلي قربت من السيد بانكيمون تشكيل لجنة تحقيق دولية لخصوص الجرائم الإرغابية المرتكبة بحق أبناء الشعب الفلسطيني والانتهاكات بما فيها حرق الفتى محمد أبو خضير حينا من قبل هذه الجماعات الاستطانية المجرمة التي يجب أن تصبح خارج إطار القانون وتعتبر تنظيمات غير قانونية وغير شباب تواصلت المواجهات العنيفة بين شبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال في عدة مناطق بالقدس المحتلة والضفة الغربية وامتدت إلى الداخل الفلسطيني والتي اندلعت عقبة شيع جثمان الشهيد أبو خضير الأسبوع الماضي وفي سياق متصل شن الطائرات الاحتلال الإسرائيلي سلسلة غارات على موقع تدريب عسكري يتبع لكتائب عز الدين القسام الجناح المسلح لحركة حماس جنوب مدينة غزة كما استهدفت أرضا خالية شمال مدينة رفح جنوب القطاع وشنت ثلاث غارات على أراض خالية شرق مدينة خان يونس وقالت مصادر فلسطينية أن طائرات الاحتلال الحربية لا زالت تحلق في الأجواء وعلى ارتفاعات منخفضة من جهة أخرى أعرب مواطنون مقدسيون عن استيائهم من سياسة السلطة الفلسطينية وما وصفوه بتقصيرها تجاه حماية الفلسطينيين مطالبينها بالعمل على ردع الجرائم الإسرائيلية بحقهم كان المفروض من السلطة الوطنية أنه تكون على أهبة استعدادة لمواقف زي هاي تحديدا أنه الحدث كان مفجع الرد كان سيء حديث يعني عن السلطة الوطنية هنا أنا لا أخجل أنه أقول أنهم كانوا بطئين سيئين في ردودهم ما كانش عندهم مواقف جدية إحنا منقاومنا حالنا وبدناش المقاومة تاعتهم الهزيل لأصلا ما لهاش معنا قلهم ارحلوا عننا وما بدنا نياكل لأننا إحنا مش مستفدين منكم ولا إشي همشوا الأدس وهمشوا الضفة وقمعوا المقاومة ما خللناش كرامة تتعالى أصوات الفلسطينيين هذه الأيام في دعوة لتعزيز الوحدة الوطنية والتحرك إقليميا ودوليا من أجل وقوف في وجه جرائم المستوطنين والتي تشهد تصعيدا خطيرا في الآوينة الأخيرة خصوصا بعد حادثة خطف واستشهاد أبو خدير هذا وتنشده مجموعات متطرفة من المستوطنين والجيش الإسرائيلي عبر وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي دعية إلى قتل الفلسطينيين تحت شعار دفع الثمن وهو ما ينعكس على الأراضي الفلسطينية خلال ما نشهده من ازدياد في حجم جرائم المستوطنين بحق الشعب الفلسطيني مزيد من التفاصيل في التقرير التالي تزامنا مع أعلان مقتل المستوطنين الثلاثة شهد الأسبوع الماضي انفلاتا باعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية والقدس المحتلة ذروة هذه الاعتداءات تمثلت بقيام مجموعة من المستوطنين باختطاف الطفل محمد أبو خدير وقتله حرقا وهو حيا بالإضافة إلى قيام المستوطنين بعدة محاولات خطف لأطفال عدا عن الاعتداء بالدهس والضرب المبرح على عدة مواطنين من بينهم أطفال في القدس والخليل المستوطنين كلاب مسعورة وأنا بقصد بكلاب مسعورة بمعنى الكلمة أولا استوحشوا ونزلوا الضرب مش بس بالأوتس بكل المناطق آخرتها بشعفات والله يرحم الشهيد خدير والدول العربية للأسف عم تتفرج الدول الأوروبية تدعمهم أول بأول أمان ما في شيء لا حتى يعني على الأطفال أكثر شيء يعني إحنا الكبار بيمش بس الأطفال يعني بغطف أطفال وضع مغزي جدا مغزي مغزي إلى درجة ما بتقدر تتصوريها شواء مثلا نساكن وخيم الجلزون جامل المستوطنين بيت قيل كل ما نمرك برموا علينا أحجار طب ما نستحملش لوين تبنا نضل هيك تصاعد اعتداءات المستوطنين المتطرفين وإرهابهم بحق المواطنين الفلسطينيين خلق شعورا لدى الفلسطينيين بنعدام الأمان في ظل عجز السلطة الفلسطينية عن حمايتهم الاعتداءات لأن تجري في كل مكان على الفلسطينيين والسلطة الفلسطينية عاجزة عن توفير حماية لشعبها وعاجزة عن توفير أي حماية في وجه اعتداءات المستوطنين الفاشية من واجبها الآن السلطة الفلسطينية أن تتواجه فورا إلى محكمة الجنايات الدولية ومن واجبها أن تقول لشعبها أنها عاجزة عن حمايته وتطالب بحماية دولية ما تشهده الأراضي الفلسطينية من تزايد اعتداءات المستوطنين المدججين بالأسلحة بحق الفلسطينيين العزل خلق حالة من الاحتقان في الشارع الفلسطيني ضد السلطة الفلسطينية التي طالبوها باتخاذ مواقف جادة لتوفير الحماية لشعبها يعني السلطة وجودة وعدمها واحد ما بتساوي اشي جسالتنا للسلطة إذا ما بتقدر تعمل أي شيء اتوجه لها مجلس الأمن حتى مجلس الأمن ايش متوجه يعني السلطة ما بتقدر تحمينا يعني ذو بتحمي حالها وتأتي اعتداءات المستوطنين بدعم من حكومة الاحتلال التي تشن بدورها حملة تحريض على قتل الفلسطينيين في ظل صمت المجتمع الدولي نبال فرسخ رؤيا عقد مجلس النواب ظهر اليوم جلسة لمناقشة مشروع قانون شراكة بين القطاع العام والخاص برئاسة المهندس عاطف الطرونة أقر المجلس بالأغلبية أن يسمى هذا القانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص ووافق المجلس على قرار اللجنة القانونية بشطب الفقرها من المادة ثلاثة وهي توزيع المخاطر وتقاسم المكاسب مع القطاع الخاص في مشاريع الجهة الحكومية كما أقر المجلس بالأغلبية شطب المادة الرابعة المتعلقة بالخصخصة والتي تنص على أن جميع القطاعات الاقتصادية مؤهلة لمشاريع الشراكة بين القطاع العام والخاص باستثناء ما يقرره مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس فيما رأى رئيس الوزراء الدكتور عبدالله نسور الإبقاء على المادة الرابعة من مشروع القانون وذلك لأهميتها الحقيقة أن هذا القانون هو جزء من برنامج الإصلاح الاقتصادي هو متطلب للإصلاح الاقتصادي متطلب يعني لازم نعمل كجزء من عملية الإصلاح الشابية الآن الاعتراض الذي يتقدم به سعادة الأخصاد على محتوى هذه المادة هذه المادة ليست لاقتسام المنافع هذه لتحديد أمكنة ومطارك التي تستطيع الحكومة أن تشرك القطاع وصل عدد السوريين المصابين بمرض السل إلى 135 حالة مسجلة لدى وزارة الصحة منهم خمسة حالات تعتبر من نوع السل المعند وهو من النوع المقاوم للعلاج وأكدت الوزارة بأن العدد المسجل لديها يشمل جميع السوريين في مخيمات اللجوء وخارجها كما أن هذا العدد مرشح للإزدياد وذلك بسبب عدم حصر المواطنين السوريين في أماكن عيش واحدة بالإضافة إلى أن حامل فيروس السل قادر على نقل العدوى من 10 إلى 15 حالة خلال عام واحد وأوضح مدير إدارة الرعاية الصحية الأولياء الدكتور بشير القصير بأن وزارة الصحة تقوم بعمليات مسح نشط في أماكن سكن السوريين وتدريب العاملين في المراكز الوقائية العلاجية ما يخص اللاجئين السوريين وعداد مرضى السل فبلغت أعداد المصابين في مرضى السل لغاية الآن 135 حالة إصابة من مرضى السل هذه تشكل إجمالي عدد حالات الموجودة داخل الأردن هنا سواء كانوا بين سوريين مهجرين مسجرين أو غير مسجرين أو داخل مخيمات أو خارج مخيمات ما هو موجود منهم داخل مخيمات حوالي 40 شخص وهناك حوالي خمس حالات من السل يسمى أنه بتشخيصه السل المعند أي المقاومة شوي إلى العلاجات المعروفة لمرضى السل نحن كوزارة صحة نتوقع أنه عداد المرضى السل بين الأخوة السوريين هم يمكن هذا العدد مكتشف لكن نبع أنه نتوقع أنه العدد مضاعف على ذلك يعني وهو أكثر من ذلك أنهت الكوادر العمالية تابعة لأمانة عمان الكبرى ما نسبته 90% من عمليات الترميم وصيانة لشارع الوكالات في منطقة صوفية بعمان وبكلفة 190 ألف دينار حيث من المقرر إنهاء العمل به الأسبوع المقبل من جهة أخرى قال نائب مدير المدينة للأشغال العامة المهندس ياسر العطيات لرؤية أن الأمانة ستشرع بالعمل على صيانة وترميم كل من شارع الرينبو في جبل عمان وشارع الثقافة في منطقة الشميساني والمدينة المنورة فور الانتهاء من شارع الوكالات وكان العديد من المواطنين اشتكوا في أوقات سابقة من تأخر كوادر الأمانة في إنجاز شارع الوكالات ما تسبب بإعاقة الحركة في الشارع وأثر سلبا على الحركة التجارية فيه إحنا وعدنا لما باشرنا بإعداد التصاميم والبدء بالتنفيذ المشروع أنه خلال شهر رمضان يكون الشارع فاتح للمواطنين الحمد لله حوالي 90% انتهى من العمل فيه من ناحية الإنارة والشوارع والأرصفة فيه تعليمات خاصة بشارع الرينبو بالكوفي شوبس اللي هناك بالواجهات بالقارمات للمحلات سواء تجارية أو كوفي شوبس معينة ففيه ناس عمانا بتخالف الأمور هاي على كيفهم وبلشنا طبعا هلأ فيه فريق الأمانة شغال على الموضوع هذا إن شاء الله خلال فترة كمان سيكون جاهز ونبدأ بعملية الإعداد التأهيل شهد اعتصام نظمهم مؤيدون وأهالي لمعتقلين من حزب التحرير اليوم مشادات كلامية بين النائبين أحمد هميسات ومحمد العشي الدوائم من جهة وبين أهالي بعض المعتقلين ومنتسبين لحزب التحرير من جهة أخرى أتى هذا الخلاف إثر قيام بعض المعتصمين بالهتاف بهتافات وصفها النائبان بالمسيئة والغير وطنية ما أدى إلى انسحابهما من الاعتصام الذي نفذ في الدوار الرابع أمام مقر رئاسة الوزراء اليوم والذي جاء اعتراضا على ظروف اعتقال بعض أعضاء الحزب مطالبين بالإفراج الفوري عنهم نظرا لكبر سن بعضهم ولظروفهم الصحية أيضا هذا الاعتصام جاء براء على ترتيب أهالي المعتقلين للمطالبة بالإفراج عن أبنائهم وطالب بالإفراج عن أخونا محمد العدارباء عام القلب مفتوح وإن شاء الله أنه اليوم بإذن الله أنه يفطر عند أهله زي ما وعدنا فيها أهلا وسهلا فيكم من جديد ورجعنا لكم مرة تانية بنشرة أخبار رمضان رح نحكي هلأ عن النشرة الاسترشادية التي تصدرها وزارة التجاه الصناعة والتجارة والتموين أيضا الملاحظ في هالنشرة هو الاستقرار في أسعار أغلب السلع والمواد التموينية فيها ومثل ما بنلاحظ أن النشرة من بداية الشهر الكريم وهي تظهر استقرار للمواد التموينية بشكل عام تتنوع طبعا هاي المواد بين المواد الأساسية زي الطحين والرز والسكر واللحوم وأيضا بين المواد الغذائية الأخرى وأيضا حول المبادرات والفعاليات الرمضانية التي تهم الشباب طبعا والصبايا طبعا خلال شهر رمضان المبارك مبادرة جديدة أقامها مجموعة من الشباب والصبايا هي مبادرة باسم يلا نفطر مع بعض على فكرة القائمين على هذه المبادرة وهذه للمرة الثاني للسنة الثانية كانت على التوالي يلتقوا مع بعض وبتناولوا طعام الإفطار سوية ومنقدر نحكي أنه هو نشاط اجتماعي من روح الشهر الفضيل الزميل أيمن لحمود شارك الشباب بالإفطار في منطقة جبل عمان وأعدلنا التقرير التالي نشوفه سوا بمبادرة فردية اجتماعية اجتمع مجموعة من الشباب والشابات في سوق جارة في شارع الرينبو لتناول فطور رمضان للإفطار معا كل مشترك أحضر طعام الجاهز ومن أراد من أصدقاؤه وأقرباؤه والحضور إلى الموقع لتناوله مبادرة يلا نفطر مع بعض احنا شفناها على الفيسبوك عن طريق صورة علي الحسني اللي هو مؤسس المبادرة عجبة الفكرة عملنا إفنت على الفيسبوك السنة اللي فاتت وعملنا المبادرة والحمد لله نجحت كتير نجاحي يعني كتير الباهر كحضور كإعلام كوجود كسمعة طيبة والحمد لله كتير نجحت هدف المبادرة هو أنه نربط بعض احنا الشباب والصبايا يعني هي مش مقتصرة العمر معين يعني من الأطفال مننا شباب صبايا وعمر كبير يعني كلنا عشان نربط من بعض يعني إحنا اللي بنيجي هون ما منعرف بعض أصلا يعني فبصير هذا يتعرف على هذا هل يصير في بيننا أكتر يعني مودة وصداقة علاقة حب يعني علاقة صداقة وهيك اللي عملته أنه نظمت موضوع المصورين كلياته والميديا اللي فيتين على الإفنت شو نوع كاميرته شو بيصور كيف خبرته بالتصوير وأي جهة تانية من الإعلام حابت يجي تصور أو تزيع الإشي اللي عملينه إحنا هنا وإن شاء الله يعني يكون كل شي زي ما احنا اتفقنا عليه يعني توثيق روابط المجتمع وتعزيز فكرة الاجتماع والاتحاد بين الشباب هو هدف مبادرة يلا نفطر مع بعض التي تقام للسنة الثانية على التبالي وباجتمعوا كل يوم سبت خلال الشهر الفضيل وبمشاركة خمسين متطوع اللي كانوا حريصين على تقديم المساعدة لجميع الحاضرين نقونا المنظمين لهذا الحدث تنقنا حسب شروط معينة اتدربنا على أنهم نكون جاهزين قبل الإفطار ومجاهزين الناس أنهم يكونوا قاعدين طريقة منظمة مرتبة وكلهم جاهز وما في حدا محتاج لأي إشي قبل الأدان والحمد لله اليوم كاننا حافل بالإنجازات وقدرنا نأمن هذا الطلب قد ما بنقدر أفكار بسيطة وأجواء ساحرة وأحداث اجتماعية ببث مثل رائع في طرح مبادرات خلاقة ومميزة تجذب المجتمع لعادات جميلة وسنن مستحبة باجتماع الشباب على المحبة والخير أيمن الحمود رؤيا يوميا بنشرة أخبار رمضان بنركز على الحالات الإنسانية اللي محتاجة لمساعدة أهل الخير وتعاونهم اليوم رح نحكي عن أم أحمد أم أحمد هي أرملة ووالدة لستة أطفال أكبرهم للأسف يعاني من قصور في قدرات الدماغ وللأسف ضمور فيها أيضا الأطفال الخمس المطبقين بعانوا أيضا من أزمات في الجهاز التنفسي وأعراض مثل الربو وذلك كله بسبب تردي وسوء الأوضاع في منزلهم في المنزل اللي هم يبسكنوا فيه بسبب عدم وجود أي منافذ للتهوئة مما يشكل رطوبة طبعا زميلنا أحمد الكيلاني زارها العائلة ورجع لنا بالتقرير الثاني خلينا نشوف أنا مرأة أرملة عندي أربع أولاد وإنتين وعايشين في البيت هالو زي ما أنتا شايف في البيت مش إنه طبعا بطايح علينا موية في الشتاء نهوسك فيه توزينقو والأرضية برضه بتطلع علي ماء وما أستطيع أقدر أستأجر بيت أحسن من هيك لأنه دخلي من أي تنمية تنمية ثمانين دينار فقط لا غير وطلع الأولاد اللي عندي ما حدا لا بشتغل ولا إشي يعني بدرسوا بالمدرسة هذا البيت أجار هذا البيت بالأجار أه خمسين دينار غير المية والكهرباء والجارة يعني شو بصفي لكم من الثمانين دينار؟ والله ما بصفي إشي بس أنا ممشي عيد الله وإيد أولاد الحلال بس فيما أشتغلت مليش موقفة عن الشغل أربع خمس شهور لأنه طبني ديسك ومنعوني الأطباء أشتغل لأنه ما صار فيها من وراء الشغل إلا ديسك مش من اليوم يعني بقيت أشتغل في الدور هون و هون أجلي أكمس أقيم أحض عشان أرب أولادي لأن أبوهم لما توفى كانوا صغار أصغر بنت كان عمرها سنتين وأكبر ولد كان عمر 11 سنة وابنك الكبير رايش ووضعه؟ الوضع الكبير ما بيحكي عندي الأمور في الدماغ والحمد لله شو بدنا نعمار وبدو علاج؟ أه بدو علاج شو أخد علاج شحنة كهربائية طبعا هو ما بيحكي عنده ضمور في الدماغ وبلبس بوط طبي طبعا وعنده أزمة صدرية بطلب من الله أنه عز وجل أنه إحنا علينا بميت يعني يكون ملك للولاد اللي يتقاو في طول العمر لأن العمر بيد الله هاي أبوهم توفى عمره 32 سنة وأنا ما بضمن برضه عمري ما بضمن عمري يعني العمر بيد الله فبطلب من الله أن الله يعطيهم بيت اللي يتقاو فيه ويقعدوا فيه لأنه البيت اللي أنا قاعد فيه تعبان جدا بس أنا قاعد فيه لأني مش قادر أدفع أجار لأنه أقل بيت غرفة ومطبخ بدهم متين دينار أقل مية مية وخمسين أقل الأشي فعشان هيك مقاوحة اللي فيه وقاعد ولهو البيت هذا لا يصلح لأن أولادي أكتريتهم عندهم أزمة وضمن أجواء رمضانية بدأ الفنان الأردني زهير النباني من أول يوم رمضان بعرض مسرحيته لحملة اسم وبعدين وبعدين هي مسرحية نعم هي مسرحية فعلا واقعية غادة من إخراج محمد الإبراهيمي مسرحية تحاكي هموم المواطن الأردني وأيضا تستعرض أبرز مشكلات المواطن الأردني إن كان الاقتصادية والاجتماعية وحتى السياسية وطبعا المسرحية تتناول الموضوع بقالب كوميدي ساخر أيضا المسرحية تطرقت للقضية المهمة على الساحة العربية والعالمية وهي القضية الفلسطينية نعرف أكثر عن مسرحية وبعدين للفنان القدير زهير النباني أعدلنا هذا التقرير مراسلنا حافظ أبو صبرى نشوفه سوا مسرحية بترصد حال المهمشين من الفئات الشعبية العربية العالقة دوما بين وعود السياسيين وأنياب الفقر بحيث بتتشعب الأحداث في المسرحية وبتدخل الأوضاع السياسية بالأحداث الاجتماعية والاقتصادية مسرحية رائعة جدا بتعقس الواقع اللي بنعيشه في الأردن بتعقس واقعنا الحياتي اليومي بالإضافة للحياة اللي بنعيشه كمان في الشغل الأوسط من حروب ومآسي واللي عجبني في العرض كتير أنه فيه كل الموجودين هم نجوم بغض النظر يعني كل واحد فيهم عارفي أدي دوره وكاركتره ستايله جرئتهم في الأداء جمالية الحضور مسرحية اجتماعية هادفة بتلقضوا على كثير من القضايا اللي بنمر فيها في المجتمع العربي وتحديداً في الأردن أنا بشجع الناس يجوا يحضروها لأنه مسرحية جد هادفة أنا بعمل فيها أكثر من كاركتر وبتمنى يعني هي لقت نجاحي كبير قبل ما نعرضها في رمضان بتحضر بالمسرحية مفردات مثل الربيع العربي الفساد المظاهرات العنف الجامعي مجلس النواب الغلاء والفضائيات والإعلام بيأدي فيها الفنان زهير نوباني دور بيجمع فيه بين التمثيل والغناء وبتلاقيه بيتحرك على مساحات المسرح وبيشارك الجمهور في بعض المشاهد سيكون لهذه المسرحية مجموعة من العروض في رمضان ومن ثم بعد رمضان ستكون في عروض اختامية لمهرجان الفحيص ومن ثم سنتقل إلى قاعة مسرح المسرحية متجددة دائماً هناك في تغيير لأنه المسرحية معتمدة على لوحات أحياناً نشيل لوحات ونحط لوحات جديدة نتأمل أنه نحصل على رضا الجمهور الأردني إن شاء الله ونقدم ما يفيد المسرحية اللي ما غابت عنها فلسطين وسوريا وتشكيل الحكومات كانت ذات مواقف مليئة بالدعابة بحيث بتتولد المشاهد من ديكور بسيط ومعبر وبتتشعب القضايا الشائكة اللي بتناقش الأوضاع المعاشية محلياً وعربياً عبر كوميديا ساخرة وبعدين بتطرح تساؤلات كثيرة وكل ما يعني كل ما تحمل كلمة وبعدين من معنى يعني إنه بعدين مع هالوضايا بعدين مع هالأمة بعدين مع هالناس بعدين مع هالقصة بعدين مع أشياء كثيرة يعني ضمن عصر صفة مليئ بالتناقض وإحنا من هذا التناقض ومن ذلك التناقض أوجدنا لوحات مسرحية وبعدين من نبض الشارع من هموم الشارع وعملنا فيها معالجة الضحك المبكي الكوميديا السوداء اللي نضحك من شدة الألم مسرحية وبعدين بتعكس في الواقع اللي بعيشه المواطن العربي والتساؤل في مسماها بيعكس حال المواطن دوماً بعد كل حدث وهو السؤال ذاته وبعدين حافظ أبو صبرة رؤيا إذن مع هذا التقرير بنكون وصلنا لنهاية هالمشوار المسائي معكم في نشرة أخبار رمضان استعرضنا لكم العديد من الأخبار بالإضافة للتقارير منوعة إذن إن شاء الله نلتقي من جديد بكرة على الساعة 6 في أخبار رمضان نترككم الآن في أمان الله إلى اللقاء